الوزير الجزائري أحمد عطاف يواصل زيارته إلى أكثر من بلد في أوروبا بعد إيطاليا هو في سربيا الآن في انتظار أن يذهب إلى ألمانيا وكان الوزير أحمد عطاف في مقابلة مع وكالة نوفا الإيطالية قد قدم تصريحاً عبر فيه أو كشف فيه عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى البريكس هذه معروفة ولكن قال نعتزم المساهمة في رأس مال بنك البريكس للتنمية هذه معروفة بالإضافة إلى ذلك طلبنا أيضاً أن نصبح دولة مراقبة في منظمة شينجهاي للتعاون هذه جديدة يعني على حد علمنا كان هناك منظمة البريكس والآن الانضمام إلى منظمة شينجهاي هذه صورة الوزير عطاف اليوم مع نظيره الصربي في ندوة صحفية تم عقدها اليوم كما قلت أنه في جولة أوروبية قال الوزير عطاف في الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعتبر منطقة آسيا الوسطى مركز جاذبية اقتصادي مضيفاً ومن أجل الحفاظ على مصالح بلادنا فإن جهود الدبلوماسية الجزائرية تتركز بشكل كبير نحو هذه المنطقة من العالم يعني أول مرة نسمعه تصريح مباشر من طرف مسؤول جزائري يعني مسؤول صحيح أنه علاقتنا بأمريكا مليحة مع الغرب جيدة مع إيطاليا ممتازة بالصحي الرؤية الاستراتيجية للبلد تتوجه نحو آسيا لأنها منطقة جذب اقتصادي نحكيه على الصين على روسيا على الهند وغيرها وبتكليف طبعاً من رئيس الجمهورية الوزير عطافي يقوم بزيارات إلى كل من إيطاليا والسربيا وألمانيا فمنظمة شينجهاي تأسست عام 2001 بين روسيا والصين ودول الاتحاد السوفيتي السابقة في وسط آسيا قبل أن تتوسع إلى الهند وباكستان هدفها تعزيز سياسة حسن الجوار بصح هدفها أيضاً إقامة نظام دولة ديمقراطية وعادل وعندها جوانب سياسية وجوانب اقتصادية ترجمة نانسي قنقر